السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكا حبيبي يا رب كلكم طيبين وبخير واهلا بكم جميعا في قناتي مروة زهرة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الرابع لابتدائي في مادة اللغة العربية هنبدأ مع بعض اول فيديوهات الترمي التاني بعنوان قصة الاستماع الماء سر والحياة قبل مبدأ الفيديو بتمنى كلكم تدعموني باكبر عدد من اللايقات للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلوه ايش عرب الفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها ان شاء الله وقولوا اسمأكم كلكم في التعليقات على الفيديو عشان هبدأ اتعرف عليكم وقول اسمأكم معايا المرة الجاي في الفيديو القادم بإذن الله النهاردة هنتناول مع بعض قصة الاستماع بطرقة بسطة جدا وسهلة وهنحل مع بعض اهم اسئلة الموجودة في كتاب سلاح التلميذ اللي هتابع معاكم من خلاله الشرح في التلمي التاني بإذن الله وهحل كل الاسئلة الموجودة في ان شاء الله اول حاجة قصة الاستماع بانوان الماء وسر الحياة نقرأ مع بعض الفقر الاولى ونشوف اهم اسئلة عليها تابعوا معايا واخيرا جاء اليوم كم انا متحمسة قالتها سميرة عندما سمعت جرز المنبه فاستيقظت مسرعة وذهبت الى والدتها وهي تقفز فرحة قائلة اليوم يا امي اخيرا قد جاء اليوم اتسمت الام وقالت نعم يا بنيتي فانتي تنتظرين هذا اليوم منذ اسبوعين واعددتي كل شيء له عندنا سؤالين الاسئلة هتبين لك الحكاية كلها تتكلم عن ايه كيف استيقظت سميرة من نومها في البداية عندنا بطل بالقصة بتاعتنا اسمها سميرة وعندنا سؤال بيقول لي كيف استيقظت سميرة من نومها السؤال اجابته من الفقرة اللي قدامي هنقول استيقظت سميرة من نومها مسرعة السؤال الثاني مع من شارقت سميرة فرحتها هنقول شارقت سميرة فرحتها مع والدتها وأهم حاجة عمدي حفظ معاني الكلمات البسيطة اللي هتقابلنا إن شاء الله هنتناول مع بعض الفقرة التانية وهنشوف الأسئلة المهمة عليها نعم يا أمي فأنا أفتخر بصديقتي علياء حيث فازت بالمركز الأول في بطولة السباحة وها نحن الآن نجهز لها حفلا بحضيقة بيتها فقد أعددنا البيت والطعام والحلوة وأحضرنا الهدايا وعندما تعود من بيت جدتها ستتفاجأ بكل شيء احتضنت الأم ابنتها سميرة قائلة أحسنت يا بنيتي فهذه هي الصداقة الحقيقية عندنا بقى صديقتنا التانية سماع علياء فازت بالمركز الأول في السباحة وصحبها كانوا مبسوطين منها جدا بدأوا يتجهز لها حفلة في حضيقة البيت بتاعها وأعددوا لها كل حاجة كويسة الطعام والحلوة والهداية علشان يبدأوا يفرحوها ويعملونها مفاجأة ومنذبت أن هي فازت بالمركز الأول في بطولة السباحة السؤال بيقول لماذا تفتخر سميرة بصديقتها لأنها فازت بالمركز الأول في بطولة السباحة السؤال التاني بما تصف أصدقاء علياء ولماذا علياء دي اللي فازت بالمركز الأول في بطولة السباحة وساميرة مبسوطة جدا لفوزها بالمركز الأول ده طيب هننصف أصدقاء علياء بإيه هنقول إن هم أصدقاء مخلصون وأوفياء ومتعاونون طيب إحنا ليه قلنا عليهم أصدقاء مخلصون وأوفياء ومتعاونون لأنهم كانوا سعوداء بنجاح صديقتهم علياء وفوزها بالمركز الأول في بطولة السباحة في أول حاجة رقم اثنين قاموا بإعداد حفل في حضيقة بيتها وجاهزوا البيت والطعام والحلوى لكي يسعدوا صديقتهم علياء كل دي حاجات بتدل إن الأصدقاء ممكن يقدموا الدعم لبعضهم وقت النجاح وكلمان يوقفوا مع بعض وقت الحزن قبل الوقت الفرح كمان دي كمان كلام بسيط جدا أنت ترادوا تعبروا عنه أحسن مني وبأسلمك كمان هنا تناول مع بعض الفقر لبعد كده عادت سميرة من الحفل وعلى وجهها علامات الإحباط فتعجبت أمها وقالت ماذا بك؟ هل حدث مقروم بالحفل؟ هل ضايقك أحد؟ ردت سميرة لا يا أمي فلقد سعدت علياء كثيرا وشقرتنا وكان الحفل مليئا بالفقرات والألعاب ردت الأم مندهشة إذن لماذا يبدو على وجهك الحزن في الحقيقة؟ يا أمي أنا منشغلة البال وأفكر قالت الأم فيما تفكرين؟ أجابت سميرة رأيت اليوم العديد من السلوكيات السيئة من أصدقائي وتفاجأت مما حدثت بالوقت لما سميرة رجعت البيت معنى كلمة عادت معناها رجعت من الحفل كانت زعلانة ويبدو على وجهها علامات الإحباط ومعنى كلمة الإحباط معناها الحزن أو اليأس ومضدها الفرح أو السعادة تعجبت طبعا وسألت مامتها مامتها سألتها إيه اللي حصل في الحفل؟ في حاجة ديقتك في الحفلة؟ سميرة قلت لها لا يا ماما بالعكس دي علياء كانت مبسوطة جدا وقدمت لنا الشكر على الحفلة الجميلة اللي احنا عملناها لها بس الأم كانت مندهشة سميرة قلت لها عشان أنا كنت مشغولة وبفكر في حاجة مزعلاني جوه الحفلة قالت لها أنت كنت مشغولة وبتفقري في إيه؟ قالت لها كانت مشغولة وبتفكر لبعض السلوكيات السيئة اللي ظهرت من الأصدقاء في الحفلة عندنا سؤالين بقى أسئلة بسطة جدا كيف عادت سميرة من الحفلة؟ هنقول عادت سميرة من الحفلة؟ حزينة وعلى وجهها علامات الإحباط؟ والإجابات كم بها قالكم؟ بطرقة بسطة جدا عشان اللي عاوز يكتب معي الإجابات السؤال الثاني ما الذي شغل بال سميرة في الحفلة؟ إيه اللي شغل بال سميرة في الحفلة؟ معناها كلمة منشغلت البال معناها مهمومة يعني كانت بتفكر في حاجة مزعلها السلوكيات اللي كانت مدايئة سميرة أو اللي شغل بال سميرة في الحفلة هي السلوكيات السيئة من الأصدقاء وهنتعرف على السلوكيات السيئة دي دلوقتي وهنعرفهم عاملوا كده ليه؟ هنتناول مع بعض الفقرة لبعد كده لقد كان هناك عدة مصابقات وألعاب سميرة بقى بتحكي الممتها لكنها كلها كانت ألعاباً نائية حيث استخدموا خراطم المياه للرش على بعضهم ولعبوا بالبلونات المملوئة بالماء أيضاً وأحضروا لعديد من الجراد للجري بها ونقلها من مكان إلى مكان بالإضافة إلى أناكن بها ماء وصابون للتزحلق عليها واللعب بها السؤال بيقول لي لماذا تفاجأت سميرة من الحفل؟ الأول هوضح لكم من الأصدقاء كانت الحفلة كلها عبارة عن متابقات وألعاب بس المتابقات والألعاب دي كانت عبارة عن ألعاب مائية زي ما وضح قدامكم في الصورة كده بدأوا يستخدموا خراطم بتاع المياه عشان يرش على بعضهم المياه وكمان استخدموا البلونات المملوئة بالماء علشان برضو يلعبوا بيها ويرشوها على بعض وأحضروا لعديد من الجراد اللي يجروا بيها وينقلوها من مكان آخر بالإضافة إلى اللي يستخدموا المياه والصابون علشان يزحلقوا بيها ويلعبوا فيها طبعا كل دي تصرفات بتدل على إهضار المياه والإصراف فيها وطبعا سميرة كانت مضايقة من حاجة زي دي السؤال بيقول لماذا تفاجأت سميرة من الحفل ليه؟ لأن الحفلة كلها كانت ألعاب مائية أنت عايز تقول الإجابة كده تمام عايز تكمل بقى وتقول حايز تستخدموا خراطم المياه للرش على بعضهم ولعبوا بالبلونات المملوئة بالماء تمام بس أنا بقول لك تخليك في الإجابة سهلة لأن الحفلة كلها كانت ألعاب مائية السؤال الثاني بيقول ما رأيك في فقرات وألعاب الحفل أنا قلت لا تعجبني أنت عايز تقول أعجبتني تقول سؤال الرأي أنت تعبر في براحتك بعد كده قالت الأم لقد فهمت الآن أنت توقعت أن ما يحدث في بيتنا من ترشيد الماء ومعنى كلمة ترشيد معناها حسن استخدام وعدم الإصراف في استخدامه ومعنى مضادة كلمة الإصراف دي كلمة الإصراف دي معناها التبذير في استخدامه يتم في كل البيوت لكنك فجأت بتصرفاتهم أجابت سريعا نعم يا أمي فلماذا تصرفوا هكذا فالماء نعمة علينا أن نحافظ عليها فبدونه لا نستطيع العيش وبإصرافنا فيه سينفز ونهل الجميع ردت الأم بالتأكيد يا بنيتي لكن للأسف وجهل بخطورة الإصراف وليس سوء تصرف عن قصد شايفين بقى أمامتها بدأت توضح لها وتقول لها مش كل الناس بتعمل على ترشيد الماء زينا يا سميرة لازم تاخد بالك من حاجة زي دي سميرة بدأت تقول لها إزاي يا ماما ده الماء دي نعم لازم احنا نحافظ عليها وما نصرفش فيها أبدا يا أصدقائي السؤال بيقول بما تصرف أسرة سميرة بتصرف أسرة سميرة دي بإيه أنا ممكن أقول أسرة محافظة ومنظمة وكمان بترشد أو بتستخدم أو بتعمل على ترشيد الماء وعظم إصراف انت أقول براحتك بقى ممكن تصرف الأسرة دي بإيه ما أهمية الماء وماذا يحدث إذا أهضرناه أنا هقول الماء نعمة علينا أن نحافظ عليها رقم اثنين هقول لا نستطيع العيش بدونه فالماء ضروري للإنسان والحيوان والنبات دي أهمية الماء ماذا يحدث إذا أهضرناه هيحصل إيه لو إحنا أهضرنا الماء ده سينفز ونهلك جميعا يعني هيخلص الماء وهيؤدي إلى موت الإنسان سينفز ونهلك جميعا آخر فقرة بقى معي في الدرس قلاص دخلت سميرة غرفتها وهي تفكر كيف تنشر الوعي بأهمية الماء عايزة بقى تخلي كل أصدقائها ياخدوا بالهم بأهمية الماء دي أصدقائها وآل بيتها وصحابها وكل اللي موجودين في المدرسة معاها تعمل إيه؟ أحضرت ورقة وقلما وبدأت تدون معناها تدون معناها تكتب كل ما جرى معناها حدثة وخطتها لنشر الوعي بين أصحابها أطلقت على حملتها لا تسرف في الماء الحملة بتاعتها اسمها لا تسرف في الماء ومساعدة والدتها قامت بعمل حملة توعية للأهل والأصدقاء حول أهمية الماء في حياتنا بدأت ما مطهد ساعتها أنهم يعملوا حملة توعية للأهل والأصدقاء على أهمية الماء في حياتنا وكيف نحافظ عليها ونقلل من إهضاره هل يا طرس هتنجح حملة سميرة في تحقيق هدفها وهل ستتمكن من تغيير التصرفات غير السليمة السؤال بيقول لي هدف سميرة من الحملة هدف سميرة من الحملة إيه؟ نشر الوعي بأهمية الماء بين الأهل والأصدقاء وممكن نقول كمان توعية الأهل والأصدقاء بأهمية الماء في حياتنا كيف يمكنك الحفاظ على الماء؟ أنت ممكن تكتب كلام جتر جدا ترشيد الماء عدم الإصراف في استخدامه غلق الصنبور أثناء غسل الأسنان استخدام طريقة الرش بالتنقيد أو الرأي بالتنقيد عند رأي الزعب يعني في حاجات جتر جدا ممكن إحنا نقولها للحفاظ على الماء هنبتق مع بعض ناخد كمان أهم معاني الكلمات اللي أنا عايزاكم تحفظوها بقى على الدرس الطرقة سهلة جدا يعني عندي مثلا كلمة يبدو معناها يظهر ومضادها يختفي كلمة مهمة جدا عايزاكم تكونوا عارفينها معناها كلمة ينفد معناها ينتهي كلمة مهمة برضو كلمة تدون معناها تكتب كلمة مهمة كلمة الإحباط معناها الحزن واليأس كلمة مهمة كلمة منشغلة البال المراد منها كلمة معناها مهمومة أو المقصود بينها مهمومة كلمة ترشيد معناها حسن استخدام كلمة مهمة برضو بعد كده عندي كلمة مكروه معناها سوء كلمة الإصراف معناها التبذير خدوا بالكم كلمة الوعي معناها الفهم والإدراك كلمات جمهنة جدا لازم تكونوا عارفينها نروح على الكلمة ومضادها مضاد كلمة متحمسة متكاسلة كلمة مهمة مضاد كلمة الإصراف الاعتدال كلمة مهمة مضاد كلمة الوعي الجهل كلمة مهمة مضاد كلمة أفتخر مضادها أخجل كلمة مهمة برضو مضاد كلمة الإحباط الأمل واللي أنا بقوله هو الكلام المهم بس بعد كده المفرد وجمعه جمعه سر أسرار جمعه مكان أماكن وركزه بقى جمع جرز أجراص جمع الماء المياه جمع خطة خطط كلام مهم الكلمة ومفردها الجرادل الجردل السلوكيات السلوك الخراطيم خرطوم الهدايا الهدية وركزوا في التشكيل بتاعها علشان الاختياري تاخدوا بالكم منه البيوت مفردها البيت ركزوا برضو في الكلمة دي كويس جدا التصرفات مفردها التصرفات نبدأ نحل مع بعض أهم الأسئلة الموجودة في كتاب سلاحة الميز زي ما قلت لكم وإن شاء الله بإذن الله ما يخلقش عنها الامتحان وكلها أسئلة سهلة وبسيطة السؤال الأول بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين استيقظ سميرة متحمسة لانتظارها يوم الحفل كانت منتظرة يوم الحفل بتاع صاحبتها علياء تفتخر سميرة بعلياء لأنها بطلة في السباحة جاهز الأصدقاء حفلا لعلياء في حديقة بيتها ما قام به أصدقاء علياء يدل على الصداقة وخلي بالكم كل سؤال موجود علي علامة الكتاب تبقوا أنتم عارفين اللي دي أسئلة الكتاب المدرسي يعني مهمة جدا عادت سميرة محبطة من الحفل بسبب إهضار الماء فكرت سميرة في تغيير سلوكيات أصحابها بتنظيم حملة توعية بعد كده ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة أساء أصدقاء سميرة استخدام الماء عن قصد إن إجابة خاطئة ما كانوش يقصدهم لأنهم ما يعرفوش أصلا التبزير الماء كانت فقرات الحفلة تستهلك الكثير من الماء الإجابة صحيحة أطلقت سميرة حملة التوعية بإسم لا يتهدر الإجابة خاطئة كانت حملة التوعية بإسم لا يتسرف في الماء ساعدت الأم سميرة في عمل حملة التوعية إجابة صحيحة تهتم عائلة سميرة بترشيد استهلاك الماء الإجابة صحيحة إهضار الماء يهدد حياتنا الإجابة صحيحة بعد كده جايب لي بقى زي عناصر القصة وعايزني كده أبدأ أشوفين إيه البداية اللي حصلت منها القصة وإيه المشكلة اللي موجودة في القصة ونهاية القصة كانت إيه البداية أول حاجة حماس سميرة لحضور حفل صديقتها عليها دي كانت بداية القصة دي أول حاجة دي رقم واحد يعني أنا هكتب هنا رقم اتنين يعني دي أول جملة بداية القصة رقم اتنين إيه الحكاية المشكلة اللي موجودة في القصة بقى إيه إهضار الأطفال للماء من خلال الألعاب المائية ودي كانت المشكلة اللي موجودة في القصة رقم ثلاثة نهاية القصة كانت حماس سميرة كانت عمل حملة لنشر الوعي بين الأهل والأصدقاء دي كانت رقم ثلاثة نهاية القصة أنا هنول مع بعض بقية الأسئلة اقرأ وصل كل عبارة بالمعنى الذي فهمتهمنا القصة عايز يعرف يعني ايه كلمة حملة توعية حملة التوعية دي بيكون عبارة عن عملية هدفها اقناع الآخرين بقيمة فعل معين يعني انا ببدأ اعمل حملة علشان اعرف الناس ان انا عندي موضوع معين عايز اناقشوا معاكم وقول لكم ضرورته ان انتم لازم تبدأوا تتعرفوا امت الفعل ده وتبدأوا تنفذوه بعد يجي ده كلمة ترشيد استهلاك الماء يعني ايه كلمة ترشيد استهلاك الماء؟ يعني حسن استخدام الماء وعدم اهدارها الصداقة الحقيقية علاقة صداقة قائمة على المساندة والدعم والتشجية اكمل المخطط بصفات سميرة جايب لكلمة ايجابية ومنظمة ونشيطة ومساندة وهيز نبدأ اجاوب بقى الكلام ده تدون فكرها وتضع خطة قبل التنفيذ دي معناها ان هي منظمة تضبط المنبه لتستيقظ مبكرا دي معناها نشيطة تبادر الى حل المشكلات دي معناها ان هي ايجابية تشجع اصدقائها وتساندهم في كل الاوقات دي معناها المساندة بيقول السؤال ما الصفات المشتركة دينك وبين سنيرة انت بقى تكتب الصفات المشتركة دينك ممكن تكتبي او تكتب انت تكتب مثلا التنظيم تكتب التعاون تكتب النشاط تكتب المساندة ممكن تكتب الدعم للاصدقاء اللي انت عايز تكتبه بقى في الصفات دي تقدر تكتبها براحبك اقرأ المواقف التالية وضع علامة صحة امام التصرف الذي يحافظ على المياه حدث تسريب للمياه في الصنبور اللي هيحصل طبعا اجمع الماء في اناء حتى يعود ابيه ترك صديقك صنبور الماء مفتوحا وذهب الى الفصل اللي هيحصل اغلق الصنبور جيدا ثم انصح صديقك طلب منك والدك مساعدته في تنظيف السيارة استعمل منشفة ودلوا صغيرا به ماء بعد كده اخر حاجة عندي بقى بيقول لي اختر ما يعبر عن ترشيد استهلاك الماء في البيت احنا نعمل ايه اول حاجة استخدام اناء به ماء لغسل الفواكه دي حاجة كويسة جدا عشان استخدمها في البيت لترشيد الماء وكمان اعمل ايه الاستحمام باقل قدر من الماء دي كمان في ترشيد استهلاك الماء في الحضيقة نعمل ايه عشان نبدأ نعمل على ترشيد استهلاك الماء اعادة استخدام ماء الوضوء رقم اثنين زراعة نباتات تحتاج الى القليل من الماء رقم ثلاثة ري الحضيقة بالتنقيد اسمع في عمد حاجة اسمع الري بالتنقيد ده ده بيكون عبارة عن حاجة انهما بيقللوا من خلالها الاستخدام او الاصراف في استهلاك الماء بعد كده بيقول لي تخيل نفسك مسؤولا عن الموارد المائية والري واكمل الخطوات التي ستقوم بها لترشيد استهلاك الماء مستعينة من شبكة الانترنت ازاي اول حاجة بدأ ازاي اعمل استرشاد لاستهلاك الماء انا هقول لي الاجابات على طول علشان ما تقاش مطولة عليكم اكتر من كده التشجيع على ري بالتنقيد ودي لسا جايبينها من فوق من قدامكم ما هي وكمان هقول اصلاح الصنابير التالفة في المدارس دي كلها بتساعد على ان انا ابدأ رشد استهلاك الماء وكبين عندي هو اطلاق حمل التوعية لترشيد استهلاك الماء على فرض جالك سؤال بقى في الامتحان ازاي انت تبدأ تعمل على ترشيد استهلاك الماء تبدأ تعرف اتنين بس او تلاتة من الكلام اللي موجود قدامك ده يعني مثلا معالجة استخدام استخدام المياه مثلا تعمل ايه اطلاق حمل التوعية لترشيد استهلاك الماء التشجيع على الرأي بالتنقيد كلام سهلي جدا اخر سؤال عمدي بيقول لي اخترق اكمل الجمل الاتية بكلمات سمعتها بالقصة زي كلمة أفتخر وترشيد والإصراف ودونة وكلمة منشغلك البال هناخد الكلام ده ونبدأ نحطه في الجمل اللي موجودة عمدي كانت امي منشغلة البال بسبب مرض اخي الصغير ونبدأ نكتب دي اول حاجة از رقم 200 بيقول لي دوان المصريون القدماء تاريخهم على جدران المعابد وخلي بالك من التشكيل بتاع الكلمة دوانة معناها كتب بما يحققه وطني من إنجازات معناها افتخر بما يحققه وطني من إنجازات أغلق المصباح نهارا لترشيد استهلاك الكهرباء أغلق المصباح نهارا لترشيد استهلاك الكهرباء آخر حاجة عمدي خالص الإصراف في تناول الحلوة يسبب الأمراض وكده الدرس خلصت شرح معاكم وحلينا كل الأسئلة ده الدرس الأول وانتظروا معايا إن شاء الله بإذن الله أبدأ معاكم حل النحو الموجود في الكتاب في بدايته كمراجعة جزء جزء إن شاء الله بإذن الله نزل لكم كل يوم فيديوهات للأسئلة الموجودة في الكتاب من البداية ربكم بقدم لكم علومة مفيدة تعواتي لكم حبايبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مروزة